زي حضرتك؟ زي حضرتك انت اقفل الباب قعد خير؟ في حاجة؟ مالك مش على بعدك كده زي ما تكون عامل عاملة عفكرة اللي طعمت حضرتك شيء جدا سين ايه؟ اصلي ومن بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي من بره ولا من جوه مش ده موضوعنا تعرف بيت صحفية ناشفة كده ومع صعصة اسماء سلوى يا سين اه دي اه دي كانت بتشتغل واسمه ايه ده؟ ديه 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 مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما كون مراتك اللي بتخوفك بالليل يا استاذة دي زميلة كانت بتشتغل في جرنال السهم وحضرتك عارف ان انا كنت بشتغل في جرنال السهم اصلا جت تسأل عليك هنا انت هربان منها ليه؟ هي قلتلك ان انا هربان منها؟ لا ما قالتش بس انا حسيت طب ونهرب منها ليه؟ احنا علاقتنا كلها ود وهو بين الود اللي بينكم كتعاوزك تصور لها تحقيق صحفي شبه لها كده عن التسول وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها ان خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي ومعندكش وقت جامل في حد صح طبعا لحضرتك تشوفيه عندك شغل مهم جاهز هتسافر العجل في حفلة في فيلا صورها عالي قوي على حمام السباحة فتة ولحمة ومنبر على حمام السباحة؟ ايوه على حمام السباحة المعازيم رجالة وستات من اهم الناس في مصر عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهت لا اديني بس كل المعلومات وهتشوفي انا عاملي ولو نجحت عندي لك مكافأة انا المكافأة بتاعتي رضاك يعني انت بغور من وشي دلوقتي امرك تفتح حاجة ساعة لكل الحوش اللي قاعدين قدامك دوليات في القهوة حلوة نجاح الاستاذ عاطف يا جدعان ألفا مبروكا استاذ عاطف الله ما كلف رحتلك وانت كده بقت ايه؟ بقى معا بكارليوس اداب يا حمار لصنس اداب اه لما اخذ عطوفي لصنس اداب يا نمس لصنس اداب يلا شد حيلك بقى عبالك فعياتك ان شاء الله اه يعني انت كده واستاذ عاطف بقت ضابط اداب يا جبني زكاء اكياد يا نمس بقى ضابط اداب وهيخدمك فى امك قريب ان شاء الله امشى لغاب هناك يا عمل عملت ايه؟ ولا كده عطوفة انا النهاردة بقى عايز اعزمك على حتة الدين صهرة صباحي لوزن لوز بالمناسبة السعيدة دي لا مش هينفع يا رجب انا عايزك معايا فى حاجة خير يا حبيب امرني مشواره عايزك تبقى فى دهري ده ناجم عكلة وهتروح فين قول لي اين زون عايز اروح لعجمي في حفلة على حمام سباحة قريب عايز ادخلها باي شكل عجم عاجم وهو بالمرة نضرب غدسين فى البحر بس انت موكليش الحفلة دي عايز تروح عليها عايز ااخد صور موضوع صحافي ابا فكرتني الا انا عندي معاد بكرة مع الصحافة ازاي انا البيت بتشتغل صحافية عايزة تعمل موضوع عن التسول واطفال الشوارع والكلام ده وعايزة تنزل تشتغل عالطبيعة وتحت اشرافي البيت اسمها ايه وشكلها ايه مش عاق وما كده يبقى فى خطر عليك وعلى شغلاناتك مش كده والنبي انا قولت كده لا العظيم يا عاطف انت متعلم ومتنور وادماغك دي زين الفل قولت كده الحرام المصول وضربت بكلمي عرض الحقاق ما تنزلوها فى ايه ما تلاقش منطقة امانة بشارة وسط البلد بقولك يا عاطفة مندوقني السجارة الاجناب اللى معاك دي تغليش يا رجل؟ يدوم العز يا حبيبي ايوك فى اتجاه واحد يجي منك يا سي احمد خلي بالك للعجين يوسخ هدومك ومتغريد عندها حق خصوصا انك لازم تمشى عشان تسلم شغلك لما انا كده كده خلصت شغلي مش نقصدر اسلم الدفتر فى الادارة يعني تروح الادارة وهدومك فيها عجين عشان ما تخلص من زميلك احنا لازم نجيب لك مريال خايف عليه قوي؟ زى ما هو خايف علينا يا ابو شمعنا انا يعني ايه كلمة الحساب عليها فى صاعدة بعدين شمعنا انتوا تهتموا باحمد وانا لأ ابسط يا عم مين قدك؟ العيلة كلها خايفة عليك وعلى مصلحتك طب ايه رأيك بقى؟ ولواني ما يصح الشعن اللى انا حقوله انا حاسة كده ان سي احمد ابني اللى انا مخلفتهش كأن يا عاطف عيش معنا بالزبط مفيش فرق بينهم غيرش ان عاطف كان غاوي يعمل معنا مشاكل ومع خلق الله لكن سي احمد هادي ونادي طرى يا عاطف انت عامل ايه وانت بأيد عن اهلك؟ لا حول ولا قوة الا بالله ما كنا كويسين وريئين وعال العال الله سامحه صرته بتجيب النكد معاها يا ست ام عاطف عمر الاستاذ عاطف ما هيكله بديل في البت ده هيفضل دايما ساكن قلبك وقلب عم ربيع وتغريد ونوارة مهما شرق ولا غرب وعمر الدم ما يبقى مياه ومعدين انا بعتبر نفسي دفع عليكم لكن عمري ما هيكون عاطف ابنكم عمر الدفع ما بيطلع من اللحن وبعدين لا قدر الله لا قدر الله لو حصل لكم اي مكروه اول واحد هيجيلكم فوق دماغه هو عاطف مش اي حد تاني يعني هو لازم تحصل لنا مصايب عشان ابننا يبقى موجود معانا وهو الابن ده لازم يكون موجود مع اهله في المصايب وبس يا ابني ما كل البيوت عايشة على الحلوة والمرة روح يا ابن نغسل ايديك ونظف نفسك عشان تلحق تسلم الضفتر متاعك ما كنا كويسين وعال العال يعني لازم تحضريه بتحضري النكت زي ما تكوني بتحضري عفريت بقولك ايه لو عايز تتخانق استنى لما الجدع يروح لحاله نتخانق؟ وعلى عين تخانق؟ مكفاية اللي احنا فيه وبعدين اسمعي عايزة تعملي مناحة على ابنك الخايم بعملها في وقت تاني مش قدامي ولا قدام بنتك المسكينة اللي حلنا الماي القاسم وسطها بدها فرصة تتنفسها والضيف السلام عليكم وعليكم السلام جواب برضو من السعودية اكدى عنا بس شكرا اللي ساعي البريد شكرا اللي ساعي البريد هاب كده؟ اوه، معانيش سانيوه في ايه تغريد؟ مفيش يا ماما ده البستاقي جايب لنا جواب من السعودية بس انا لازم اقول شكرا لساعي البريد خد، لانا وشيف شكرا، ان شاء الله يكون الجواب في عقد عنا لا راي افتح الجواب اشوفي كدبة فيه ايه بسم الله الرحمن الرحيم أبي العزيز، أمي العزيزة طيب، استاذنا استاذنا تروح فيه هو احنا بيننا أسرار اعمل لنفسك كهمة شوية ولدي الجواب لسا أحمد يراها لا تغريد هي اللي هتقرى هي ولا هو، مش هتفرق أصلي، أم تغريد أعزاها هي اللي تقرى الجواب عشان تعرفك انها بتعرف تقرى وتكتب استنى لما شوف السعودية بعتلنا ايه ايه، ايه، شوفي فيه ايه سلامات وتحيات وأشواء بعد السلامات ولازم منه اللي عايز حاجة مسعودية يقول عليها والله يا كتر خيره، المهم بتقول انها جاية مصر في القريب العاجل وانها معها مفاجأة سوف تسعد الجميع مفاجأة؟ سعد الجميع؟ يا رب هات العائب سليم يا رب